مجموعة قراصنة الحسوب المعروفة باسم أنيموس اخترقت عدة مواقع إسرائيلية من بينها مواقع مكتب رئيس الوزراء وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي كما اخترق القراصنة مواقع صناعات العسكرية الإسرائيلية ومركز الإحصاء المركزي ومئات المواقع الإخبارية والثانوية الأخرى وتدول ناشطون أخبارا عن اختراق أكثر من 19 ألف حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وسط أنباء عن أن معظم الهجمات جاءت من مصر والسعودية وتونس والمغرب وتركيا وقوسوفو وألبانيا وإندونيسيا